للحديث أكثر عن هذه القضية ينضم إلينا سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوى منصور دهامشي مرحبا بك أهلا وسهلا بك وجميع المشاهدين أهلين أخطرنا كيف تقرأ تهديدات الشرطة بقمع هذه المسيرة التي حاولتم أو هذه التظاهرة التي حاولتم أن تكون سلمية ودعيتم لها على أن تكون سلمية أيضا يعني هذا الإرهاب الذي تصامله شرطة الاحتلال وأذرعها بالفترة الأخيرة هدفه تجين المواطنين العرب ونحن أعلننا منذ أن ولدنا في هذه البلاد أننا سنعيش بكرامة وبرأس مرفوع مهما كلفنا الأمر من ثمن ولذلك نحن مصرين على عقد المظاهرة بكل قوة وبكل شهامة وكرامة دعما للمواقف المبدئية وأبناء شعبنا بالدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء وإنهاء الاحتلال وهذا عنوان المظاهرة بشكل قاطع كون الاحتلال هو سبب كل الشرور في هذه البلاد ولذلك نحن مصرين على الاستمرار في المظاهرة بالرغم من التهديدات السلطوية لقمعها ومحاولة إرهابنا وتجيننا لن نتراجع ولن نخضع لهذا التهديد ولهذا الإرهاب الحكومي المنظم والمؤسساتي لذلك أنا أقول بشكل قاطع هذه مظاهرة تحدي مظاهرة صمود مظاهرة مبدأ ومواقف وهي تعبر عن مواقف أبناء شعبنا كافة بأنها ترفض هذه الأسليب الفاشية وأسليب الأبرتهايد العصري يعني ما حاولت الحكومة تصويره على الأقل أو تصويقه هو أنها حاولت على تدارك انفجار أو تفجر الأوضاع في المسجد الأقصى وضبط النفس ولكن ما يحدث على ما حدث في سبت النور في كنيسة القيامة هو في طبيعة الحال يعني سابقة في تحجيم عدد المشاركين وفي منعهم من دخول البلدة القديمة يعني برأيك ما الذي تحاول هذه الحكومة من تطبيقه على أرض الواقع أولا يعني الكل يعلم بأن المعركة هي معركة سيادة على القدس العربية القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين العتيدة ولذلك دولة إسرائيل تريد فرض سيادتها على الأماكن المقدسة وعلى القدس ونحن هذا ما نرفضه بكوننا نؤمن بالقاعدة التي تقول السيادة تضمن العبادة وليس العكس ولذلك نحن مصررين على أن السيادة هي سيادة فلسطينية خالصة على الفلسطين وعلى القدس بشكل خاص وقلنا ونقولها بشكل قاطع أن السيادة الفلسطينية على هذه الأراضي هي التي تضمن العبادة وتضمن حرية العبادة ولذلك يعني نحن ندافع عن موقفنا هذا وندافع عن هذا المبدأ ونحن نؤمن بأن في نهاية المطاف مهما طغى الطغى في نهاية المطاف ستقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس شاء من شاء وأبا من أبا وهذا النضال يعني بحاجة إلى صمود وبحاجة إلى تصدي وبحاجة إلى نضال مستمر وهذا ما نناشد به أبناء شعبنا ونحن سنستمر في نضالنا وكفاحنا ضد كل أساليب الأبردهايد والعنصرية الفاشية وما تقوم به السلطات الأختلال من قمع ومحاولة تجين ومحاولة إرهاب لن نخضع لها وسنبقى نناضل برأس مرفوع وبشهامة مهما كلفنا الأمر كما ذكرت لماذا تم اختيار مدينة طمرة بأن تقام هناك التظاهرة ودعوتم لها وهل تتوقع بأن يتم قمع عنيف لهذه التظاهرة اختيار مدينة طمرة هو من أجل ربط الجليل بالنقب المثلت في القدس وفي المقدسات الإسلامية وهي رسالة واضحة بأننا من كل بقاع الأرض الفلسطينية المحتلة نقف نفس الموقف وكلنا شعب واحد متضامن معا نطالب وطالبنا الحل السلمي كما ذكرنا وأردنا أن تكون مظاهرة سلمية للتعبير عن موقفنا وللتعبير عن تأييدنا وللتعبير عن المبدأ الأساس في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هذه المبادئ لن نتنازل عنها ولذلك كان كل أبناء شعبنا متفقين على هذا المبدأ ومهما كان من تطورات لن نتراجع عن هذا الموضوع ومن نهاية المطاف الرسالة الواضحة بأننا نحن في الجليل ولذلك اخترنا مدينة طمرة نعاني نفس المعاناة التي يعاني منها أهلنا في النقاب وفي القدس وفي المثلث وفي كل بقعة من بقاع الأرض ولذلك يعني الرسالة يجب أن تكون واضحة رسالة لا تراجع فيها ولا تردد أننا سنستمر في الدفاع وفي النضال من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ونحن نتوقع من الحكومة أن تعيد حساباتها وأن لا تحاول من إرهابنا وتدجيلنا ومحاولة رفع منسوب العنصرية والفاشية والهجمة الشرسة على أبناء شعبنا نحن أعلنها ونعلنها بشكل قاطع نحن نريدها مظاهرة سلمية مظاهرة تعبر عن موقفنا وعن إرادتنا تعبر عن دعمنا الكامل واللا محدود للقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ولذلك أعلننا عن المظاهرة وسنستمر في عقد المظاهرة بهذه الرسالة وإنهاء الاحتلال هدفنا إنهاء الاحتلال ووقف سفك الدماء والهجمة العنصرية والكفيل لهذا الموضوع كله هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جميع الدولة الإسلامية الأستاذ منصور دهامشي وأنت سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة